بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين في فيديو اليوم سوف نقوم بحل فرض رقم ثلاثة أو الفرض الثالث للفصل الأول في معدة التاريخ والجغرافيا لتلاميذ السنة الأولى متوسط ولنبدأ على بركة الله نبدأ بالحل لدينا فرض رقم ثلاثة للفصل الأول في معدة التاريخ والجغرافيا لزء الأول أكيد رح يكون تاريخ ثم أدى 8 الأول 8 الأول قال لي عرف ما يلي عرف ما يلي أعطاني كلمتين الكلمة الأولى هي كربون 14 أو في بعض الأحيان نسميه كربون 14 المشع ما هو؟ هو مادة إشعائية هذا ما نقول لكم بلي اسمه يعني مرات نسميه كربون 14 المشع لهذا من كلمة موشع هذي نتعرفه ولنا نستنجوب اللي كربون 14 هو مادة إشعائية لها سنوه كربون 14 المشع يقوم العلماء أو علماء الآثار بالتحديد علماء الآثار يستخدموه أو يقوم علماء الآثار أو العلماء باستعماله أو باستخدامه للكشف عن عمر العظام والأنسيشة باش يكشف عن عمر العظام شي يكشف عن العمر طالع العظام والأنسيشة مثلا نجيبه عظماء يكشف عن العمر نتاحة يعني هذي على عظماء كإنسان يكشف وقت هزد هذا الإنسان وقت همات هذا الإنسان قدمها عاش نسنة قدمها عندها نسنة العظام والأنسيشة هذا هو كربون 14 إذا هو مادة إشعائية نستنتجناها من كربون 14 نموشة يقوم العلماء باستعمالها أو باستخدامها يعني يستخدموها العلماء أو يستعملوها باش يكشف عن عمر العظام والأنسيشة الآن عالم الآثار من هو عالم الآثار؟ هو شخص على اسمه عالم الآثار لأنه يقوم بدراس الآثار يعني يقوم بدراس الآثار وتاريخ وتصنيف المادة الآثارية يدرس هذوك الآثار يدرسهم معناها يعرف هذا الآثار مثلا هذو الجرة وقتهها صنعت وتاريخ وتصنيفها تاريخها أولا تاريخها يعني وقته مثلا قدمة عندها نسنى مثلا إذا كانت عظمة وقتهزت هذا الإنسان وقته مات وتصنيف المادة الآثارية وتصنيف المادة الآثارية يعني يصنفها هل هو عظم حيوان هل هو عظم إنسان يصنفها يبدأ بتصنيف إذا كربون 14 كي يقولي وشو كربون 14 أو كربون 14 هو مادة إشاعية يقوم العلماء باستعمالها للكشف عن عمر العظام والإنسجة أما عالم الآثار عالم الآثار هو شخص يقوم بدراسة الآثار وتصنيف والتاريخ المادة الأثرية تولين ثاني قال لي أذكر المراحل المتبعة لدراسة الآثار عالم الآثار هذا عنده مراحل يتابحة لدراس هذا المادة أو القطعة الأثرية طلب مني أن نذكر هذا المراحل الذي يتابعها لكي يدرس هذا الأثر أو يحلو أو يصنف عندنا أولا تحديد الموقع الأثرية أولا يحدد الموقع الأثرية هذا الموقع الأثرية وين جاي في جيجل؟ جاي في فهران؟ في باتنا؟ في الجزائر العاصمة؟ وين جاي؟ تحديد الموقع الأثرية يحدد هذا الموقع الأثري تسمى الأثر هذا وين جاي؟ ثاني حاجة ها واحدة يليل إلى الموقع الأثرية لمسح الموقع الأثري برسوء يعدد المكان الدقيق منفroscop لا يعدد المكان الدقيق ثم symbol التنقيب فهو الحفر والبحث يليل إلى وردين يبحث عن القطعه الأثرية هذا هو التنقيم نلاحظو علماء الأثر كي يبدوا يحفروا أو ينقبوا يحفر باقي يذهب يعني يحفر باقي يذهب كي يحفروا يبحثوا عن القطعه الأثرية نلاحظوا أن يستعملوا أدوات دقيقة كما تشاهدوا يجب أن يستعملوا فرشات يبدوا يحفروا بدقة عليها يديروا مسح الموقع الاثاري بشي يلقوا الموقع الدقيق بشي مكان له يكسروا هذك القطعة الاثارية لانه هم اللي راح يتحملوا مسؤولية في النهاية اذا كش ما صار لها كسر او خج او عليها نلاحظوهم يحفروا بكل دقة يحفروا بالفرشة نلاحظو حنايا كون نشوفوهم يحفروا بالفرشة يكونوا دقيقين جدا اذا عندنا تحديد الموقع الاثاري يحددوا الموقع الاثاري يعني وين جاي ها في ولاية مثلا في افريقيا في اسيا في امريكا ثم يمسحوا ذاك الموقع الاثاري يروحوا له بالتحديد يمسحوا ويبدوا يشوفوا البلايس يبدوا يشوفوا تاريخ ممكن حتى التاريخ اختح هذا المكان وهذا الموقع الاثاري مهم هو الموقع الاثاري الموقع الاثاري هو الاماكن اللي عاش فيها الانسان القديم مثل مثلا الاماكن اللي استقرر فيها الانسان هي الاماكن اللي معتزل من اختحها يعني مي باردة ما يحرر بزاف يعني اللي في الوسط وايضا عاش على ذيفاف الأنهار والجنابية ايضا عاش في الكوف والمغارة يمسحوا الموقع الأثاري يعني يشوفوا تاريخ تحذ الموقع يعني شكل يكن يعيش هنا يبدوا يمسحوا ويشوفوا وراها الأثر تنقيب حدرنا عليه يعني الحفر والبحث عن القطعة الأثرية ثم الدراسة والتحليل يبدوا يدرسوا هذه القطعة الأثرية يبدوا يدرسواها ويحللوا وهما يستعملوا طرق حديثة كما كربون 14 الموشعلي كنا نهضروا عليه بشي يحسبوا العمر تاع العظام والأنسجة ايضا يستعملوا الاشيعة الصينية ويستعملوا الموجات الصوتية موجات الصوتية يستعملها كي يكون أثر غارق في البحر ويستعملوا ويحسبوا الحلقات على الأشجار بشي يحسبوا العمر التاحة والعمر تاع النبات وايضا يحسبون نسبة البوتسيوم في المعادن ونسبة الأرقان في الحجارة اذا الخطوة التالية الدراسة يبدوا يدرسوا في هذه الحاجة ويحللوا تأريخ وتصنيف المادة الأثارية تأريخ وتصنيف المادة الأثارية الآن أنا يعطيني تجربة مثلا تجربة هذي فشلتوش نعرف نعرف باللي هذا الحواجر اللي يعطيتهم أو اللي درتها باللي رأيها غالطة أو باللي مثلا أنا جربة هذي نشحت مثلا باللي هذو التجارب اللي درتهم أو هذه الحاجة تماما سحا يعني هذا استنتاج غير يستنتج هما يوش يديروا نفس الشي يدرسوا ويحللوا وباعدة يستنجوا ووش يستنجوا يستنجوا التاريخ تاريخ يعني تاريخ مثلا صنع هذه المادة الأثارية كذي ما عندها نصنع مثلا تاريخ ثم يصنفوا المادة الأثارية هذو تقريبا للاستنتاج يعني يستنجوا وكتاها مثلا زادها الإنسان وكتاها مات من على حسب العظام تعوي على حسب الدراسة والتحليل لهذه الخطوة جدا مهمة هي الدراسة والتحليل ثم تاريخ وتصنيف المادة الأثارية الآن ثمي الثالث سمي العصر الحجري الحديث العصر الحجري الحديث بعصر التطور بالنسبة لإنسان ما قبل تاريخ إنسان ما قبل التاريخ هذا سم العصر الحجري الحديث على حسب التطور نظرا لما عايشها من تطورات من عاش تطور اذكر بعض هذه التطورات التي عاشها الإنسان القديم نذكر بعض الحواج التي تطور فيها الإنسان القديم ولماذا سميت بهذا الاسم وعلى اسمها بهذا الاسم الآن الإجابة سمي العسر الحجي الحديث بعسر التطور بالنسبة لإنسان ما قبل التاريخ نظرا لما عايشها من تطورات فيترى ما هي هذه التطورات وما هي هذه التطورات وكيف كانت كانت هذه التطورات كثيرة وقد سببت في استقرار الإنسان وتطوره وتتمثل في اكتشاف زراعة وممارستها وبناء البيوت والعيش فيها واكتشاف الكتابة وهو أهم شيء يعني الإنسان قام بالكثير من تطورات في هذا العصر وهو العصر الحجي الحديث عليها السماء وعصر التطور ومن هذه التطورات أيضا عندنا اكتشاف الزراعة وممارستها يعني اكتشف الزراعة كيف يزرع ومارسها أيضا بناء البيوت لكي يسكن فيها يعني يعيش فيها واكتشف الكتابة وهو أهم شيء لأنه حاش الإنسان الكتابة كانت ماسا إذن اكتشف الكتابة بناء البيوت وعاش فيها اكتشف الزراعة ومارسها وأيضا نقدر نزيد الحوايش كما تعلم الطهي ودفن الموتى أيضا طور أدواتي من حجارية إلى معدنية واكتشف البرونز بالنحاس إذن هذه هي الإجابة نتعني هيا تقريب منها فقرة مش وذي هي إدماجية الآن الجزء الثاني اللي هو الجغرافية عندنا التمرين الأول عرف ما يلي خطوط الطول ما هي خطوط الطول هي أنصف دائرة هايكي دائرة هذا هو خط الطول هو النسف منتع الدائرة وهمية يعني مهاج حقيقية عددوها 62 خط الطول العدد تحوى 63 خط طول وأهمها خط غرينيج أهم خط خط طول هذا هو خط غرينيج اللي يقع في 0 درجة وتساعدنا في حساب الوقت دخلينا نحسبو الوقت ونحددوه وتقسيم المدن إلى شق وغرب خط غرينيج ونقسمها هواكي خط غرينيج نقسم المدن إلى شرق وغرب خط غرينيج هواكي خط غرينيج هذا شرق خط غرينيج هذا غرب خط غرينيج أما دوائر العرض ما هي هي دوائر وهمية دوائر ما كنش منها عددها 180 دائرة دائرة عرض وأهمها خط الاستيواء الأهم دائرة عرض هو خط الاستيواء وتساعدنا في تقسيم الكرة الأرضية تساعدنا أن نقسم الكرة الأرضية إلى أماكن حرارية أو إلى مدن حرارية وتقسيم المدن إلى شمال وجنوب خط الاستيواء تخلينا نقسم المدن ها ماكي المدن نقسمهم إلى شمال هاكي شمال وهاكي جنوب خط الاستيواء ثمان ثاني أعطاني هكذا وقال لي أكمل عدد كواكب المجموعة الشمسية هو ما هو عدد كواكب المجموعة الشمسية هو تسعة كواكب إذن عدد كواكب المجموعة الشمسية هو تسعة الآن تحتر الأرض المرتبة أي مرتبة تحتر الأرض المرتبة الثالثة لكن بعد ماذا بعد زوج كواكب وشي هم أطلب مني أن نذكرهم هم عطارد والزهرة يجي عطارد ثم الزهرة ثم الأرض إذن تحتل الأرض لمرتبة ثالثة ومساحة الأرض هي ما هي مساحة الأرض أو بكم تقدر مساحة الأرض مساحة الأرض هي 510 مليون كيلومتر مربع إذن مساحة الأرض هي 510 مليون كيلومتر مربع لازم نزيد مربع هنا أو إذا ما كتبتها شيك نكتب 510 مليون كيلومتر بالفرنسية ونزيد 2 فوق هذه الكيلومتر مربع واجبة لس نديرها لأنها مساحة تمارين الثالث والأخير مثل على الشكل التالي الاتجاهات الرئيسية أعطاني هذا الشكل أولا ما هي الاتجاهات الرئيسية هي الشمال، الشرق، الغرب والجنوب طلبني أني نمثلها على الشكل التالي أولا عندي شمال شمال أكيد يجي من فوق شمال ثم الشرق شرق نعفوه يجي من الغرب عكس الشرق والشمال عكسه هو الجنوب إذن شمال شرق جنوب وغرب أو شمال شرق غرب جنوب دمتم في رعاية الله وحفظه بالتوفيق لكم إلى اللقاء يا أحبائي